يضيق الخناق على تنظيم الإخوان في أوروبا، دول أوروبية تكشف سياسات الخداع والعمل السري للتنظيم في مجتمعاتها. فبعد خطوات فرنسا لمحاصرة التيارات المتطرفة وحظر جمعية مقربة من تنظيم الإخوان وترحيل متطرفين، باريس تعلن استضافتها قمة مصغرة حول الإرهاب بحضور دول من بينها ألمانيا والنمسا التي تبدو عازمة على محاصرة التنظيمات الإرهابية. الشرطة والسلطات القضائية نفذت في وقت مبكر من صباح اليوم عملية ضد الإخوان وضد حماس في النمسا. الهدف منها محاربة جذور الإسلام السياسي الذي يؤدي إلى التطرف والكراهية والتعاصب. الإسلام السياسي الراديكالي لن يكون له مستقبل في النمسا، كما أنه لن ينجح في الوصول إلى هدفه المتمثل في تقسيم المجتمع. حملة مداهمة قالت وزارة الداخلية النمساوية إنها ليست على ارتباط مباشر بالاعتداء الذي وقع الأسبوع الماضي في فيينا. فالتحقيق بدأ قبل نحو عام وفق وزير الداخلية واستهدف أكثر من سبعين مشتبها بها معددا من الجمعيات التي يشتبه بأنها تابعة لتنظيمي الإخوان وحماس الإرهابيين وتدعم نشاطاتهما. خطوات تأتي بعد تقارير حذرت من خطورة نشاط الإخوان على المجتمعات الأوروبية، مشيرة إلى أن التنظيم الذي يتوسع باستمرار في ألمانيا والنمسا يستخدم هياكل سرية واستراتيجيات خداع لتحقيق أهدافه بالتسلل عبر المراكز الدينية ودور العبادة. وفي النمسا تقول التقارير إن تنظيم الإخوان يملك عشرات المساجد والمنظمات والجمعيات الثقافية والمدارس الدينية وتعمل على توسيع قواعدها عبر استمالة اللاجئين والجيل الثاني والثالث من المهاجرين. كما يعمل تنظيم الإخوان الذي يمول بشكل أساسي من قطر بشكل مكثف لإنشاء منظمات وجمعيات واستمالة المهاجرين المسلمين. محاصرة تنظيم الإخوان والتطرف قد تكون عنوان المرحلة في القارة العجوز التي كانت الأكثر تأثرا خلال السنوات الماضية بالهجمات الإرهابية المرتبطة بهذه الجماعات.